بؤس آخر يضاف إلى البؤس اليومي الذي يعيشه سكان قطاع غزة مع تحول التقص في القطاع من بارد ممطر إلى حار ورطب لتصبح الخيام التي تؤوي اللاجئين خانقة ولا تطاق في درجات حرارة مرتفعة بطلع أولادي بحميهم بقعدهم فقطوشط بديروا عليهم ما يساجع من الحار اللي احنا فيه يعني همش متحملين احنا الخيامة كلها نيلون يعني الواحد يلا يلا في بيته وبين حطان وهوايا وهذا وكان يكون شوبان وتعبان نفسية من هالحار ما بلك في خيمة كل هالأرض عمل وبجيك هاليطة البعوضة وبجيك يعني السحنة في أول الصيف بداية الصيف وما شفناش حم يعني حم الصيف عن جد شهر سبع وشهر تمانية ارتفاع شديد في درجات الحرارة يوثير مخاوف جديدة من تفشي الأمراض وسط عدم كفاية المياه النظيفة وعدم القدرة على التخلص من النفايات بعد انهيار النظام معالجة النفايات الصلبة برمته مع عدم إمكانية تصور تأثير الصرف الصحي على صحات الناس بحسب الأمم المتحدة تشاه في اليوم الجو كيف حار جدا 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 لا يوطاق فأنا من الصباح أدور على المياه من جهة لجهة من مكان للمكان أروحت على المدارس وكان ملاكتش مدارس الخاصة ملاكتش حكومة ملاكتش الكارات حتى محومش مياه صارت لسه محومش مياه ومع وصول درجات الحرارة إلى حوالي أربعين درجة مئوية يدرك سكان القطاع تماما أن الظروف ستصبح أكثر إزعاجا بمجرد حلول الصيف حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى خمسين درجة مئوية أو أكثر فيما ستكون الظروف المعيشية مأساوية أكثر تحت القصف الإسرائيلي المستمر وفي مواجهة أوضاع صعبة لا تحتمل داخل الخيام يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام تحديات جديدة أخرى للبقاء على قيد الحياة في وقت عجز فيه العالم عن وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة مستهدفا للمنازل المأهولة وطواقم الطبية وصحفية غير آبهن بأي قوانين دولية إنسانية سبأ أسبوع تيرت عربي معهم